السلام عليكم أعزائي التلاميذ الصف الثالث الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل اختبار الاختبار التراكمي للفصول من الأول إلى الثالث الجزء الأول من هذا الاختبار هو الاختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة من هذه الإجابات 1-2-50-400-900-900 تساوي إذن هذه الصيغة القياسية فنقوم 2-1-2 50-10-5 400% بأربعة وتسعة آلاف في الألاف في خارنة أحد الألاف بتسعة آلاف إذن العدد هو 9452 إذن الإجابة الصحيحة هي جيم أسؤال الثاني يصرف النادي الثقافي في المدرسة 890 ريالا في السنة لتغطية احتياجات فإذا كان لديه الآن 627 ريالا فكم ريالا يحتاج النادي لتغطية احتياجات لنصل إلى الناتج نقوم بعملية طرح 627 نطرحها من 890 فنطرح الأحد من الأحد 7 طرح 9 لا يصح نستلف من خانة العشرات واحد فتصبح خانة العشرات ثمانية وخانة الأحد عشر 7 طرح عشر يسوي ثلاثة اثنان طرح ثمانية يسوي ستة وستة طرح ثمانية يسوي اثنان إذن كم ريالا يحتاج النادي يحتاج إلى 263 ريالا فالإجابة الصحيحة هي باء عفوا هي ألف 263 ريالا السؤال الثالث أي من الأعداد الآتية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر أي ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر تعالوا ننظر هنا أصغر الأعداد 115 119 128 127 هذه هي الأعداد المرتبة ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر 115 أصغر من 119 119 أصغر من 122 و122 أصغر من 127 السؤال الرابع أفضل تقدير لناتج الطرح 721 طرح 293 عند تقريب العددين إلى أقرب 100 فعند تقريب العددين إلى أقرب 100 تصبح 721 700 و293 تصبح 300 إذن بعد تقريبهما يكون الناتج هو 400 700 طرح 300 الناتج 400 إذن الإجابة الصحيحة هي باء ننتقل بعد ذلك يا ابني إلى السؤال الخامس على دفتر هند 145 نجمة أي مما يأتي يساوي 145 هذه العدد مكتوب بالصيغة القياسية ف145 في عمارة عن 5 في الأحد ب5 جمع 4 في العشرات ب40 جمع 100 واحد في المئات ب100 إذن الصيغة القياسية 5 جمع 40 جمع 100 إذن الإجابة الصحيحة هي دال 5 جمع 40 جمع 100 هي 145 40 أسؤال السادس الجدول أدنى يمثل اختبارا من ثلاثة أجزاء كيف أجد الدرجة الكلية للاختبار الجزء الأول من 18 درجته جئ الثاني من 16 جئ الثالث من 19 إذن أقوم بعملية جمع لكي أجد الدرجة الكلية نقوم بعملية جمع 18 جمع 16 جمع 19 إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم أقوم بعملية جمع هذا الناتج لكي أصل إلى الدرجة الكلية للاختبار ننتقل بعد ذلك يا ابنائي للسؤال السابع في النمط 12 18 24 30 ونقاط العدد المناسب لأضعه في المربع الفارق هو تعالوا ننظر الفرق بين الـ 12 والـ 18 ألاحظ أنه زاد 6 زاد 6 12 و 18 الفرق بينهما 6 وبين الثمانية عشر والأربعة وعشرون أيضا أضاف 6 وبين الأربعة وعشرون والثلاثون أضاف أيضا 6 إذن العدد التالي هو 36 بإضافة 6 إلى العدد 30 إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة با ننتقل بعد ذلك يا ابنائي إلى السؤال الثامن يظهر الجدول أدناه أعداد الطلاب في ثلاثة صفوف مدرسية ابتدائية كم يزيد عدد طلاب الصف الثالث على عدد طلاب الصف الأول إذن طلاب الصف الثالث 233 وطلاب الصف الأول 216 إذن أقوم بعملية ضرح فيكون العدد الأكبر في الأعلى أقوم بضرح 216 ضرح 233 بعد عملية الضرح تعالوا نقوم بعملية الضرح 6 ضرح ثلاثة لا يصح فنستلف 1 من خانة العشرات تصبح 2 وخانة الأحاد تصبح 13 ف6 ضرح 13 تساوي 7 و1 ضرح 2 يساوي 1 و2 ضرح 2 يساوي 0 إذن الناتج 17 إذن الفرق إذن يزيد عدد طلاب الصف الثالث على عدد طلاب الصف الأول بمقدار 17 تلميذ أو 17 طالب السؤال التاسع في العام الماضي أنفق محمد 625 ريالا في أعمال الصيانة وفي هذا العام أنفق 910 ريالات فكم ريالا أنفق في هذا العام زيادة على العام الماضي إذن سنقوم بعملية طرح فنطرح 625 من 910 الفرق بينهم 5 طرح 0 لا يصح فنستلف 1 من خانة العشرات فتصبح خانة العشرات 0 ويصبح خانة الأحد 10 ف5 طرح 10 يساوي 5 بعد ذلك نطرح العشرات من العشرات إثمان طرح صفر لا يصح فنستلف واحد من خانة المئات فتصبح خانة المئات ثمانية وخانة العشرات عشرة إثمان طرح عشرة تساوي ثمانية وبعد ذلك ستة طرح ثمانية يساوي إثمان إذن كم ريالا أنفق زيادة عن العام الماضي أنفق مئتان وخمسة وثمانون ريالا زيادة عن العام الماضي السؤال العاشر على إحدى طرق السيارات عد سعيد مئة وخمسة وعشرون سيارة وعد محمد سبعة وستون سيارة كم يزيد عدد سيارات السيارات التي عدها سعيد مئة خمسة وعشرون على التي عدها محمد إذن سنقوم بطرح سبعة وستون نطرحها من مئة وخمسة وعشرون فنأتي بالفرق بين عدد سيارات التي عدها سعيد وعدد السيارات التي عدها محمد سبعة طرح خمسة لا يصح فنستلف واحد من خانة العشرات فتصبح خانة العشرات واحد وتصبح خانة الأحاد خمسة عشر سبعة طرح خمسة عشر تساوي ثمانية ستة طرح واحد لا يصح ستة طرح أحدى عشر تساوي خمسة إذن الفرق بينهما كم يزيد عدد سيارات التي عدها سعيد على التي عدها محمد يزيد ثمانية وخمسون سيارة ننتقل بعد ذلك يا ابنائي إلى السؤال الحادي عشر أجيب عن السؤال الآتي أقدر الناتج أو ناتج الطرح ثم أوضح طريقة التقدير هنا سوف نقوم بعملية التقرير سلسمائة وستة وسبعون نقربها إلى أقرب مئة فسبعة ستة وسبعون أكبر من النصف فتصبح أربعمائة طرح مائتان وتسعة وستون أيضا تسعة وستون أكبر من النصف فيصبح ثلاثمائة فإذن أربعمائة طرح ثلاثمائة يساوي مائة إذن قيمة ناتج الطرح بالتقدير هو مائة ناتج الطرح هنا هو مائة أجيب الثالث الإجابة المطولة أجيب عن الأسئلة التالية أرسم نموذجا بالمكعبات لأمثل مائة وسبعة وثلاثون طرح خمسة وعشرون يمكن أن ترسم في كرسة الرسم البياني الخاصة بذلك ولكننا سنقوم بطرح هذه المسألة خمسة وعشرون إذا أردنا أن نكتبها هكذا طرح مائة وسبعة وثلاثون فخمسة طرح سبعة يساوي إثمان وإثمان طرح ثلاثة يساوي واحد وهنا نكتب الصفر في هذه قناة المات صفر طرح واحد يساوي واحد إذن الناتج مائة واثمان عشر إذن النموذج سوف نقوم برسم نموذج مكعبات لأمثل مائة وسبعة وثلاثون طرح خمسة وعشرون فيكون الناتج مائة واثمان عشر أسئلة الثالثة عشر يبين الجدول أدناه عدد العلب على ثلاثة رفوط رفوف في بقالة فإذا وضع صاحب البقالة إثنى عشر علبة إضافية على كل رف فما العدد الكلي للعلب الآن إذن سنضيف إثنى عشر علبة في كل رف من هذه الرفوف وبعد ذلك ما الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعددها على الرف الثالث الآن تعالوا أولا فالرف الأول ستة عشر علبة فنضيف عليها إثنى عشر فيصبح الناتج على هذا الرف يصبح موجود ثمانية وعشرون علبة وهنا ثمانية وأربعون نضيف عليها إثنى عشر علبة على هذا الرف فيصبح لدينا هنا ستون علبة في الرف الثاني و61 نضيف عليها 12 علبة فيصبح لدينا في الرف الثالث 73 علبة هذه هي عدد العلب بعد أن أضفنا 12 علبة في كل رف يريد بعد ذلك الفرق بين العدد العلب على الرف الثاني وعددها على الرف الثالث عدد العلب على الرف الثاني 60 وعلى الرف الثالث 73 فنقوم بعملية طرح نطرح 60 من 73 هكذا 0 طرح 3 يساوي 3 و6 طرح 7 يساوي 1 إذن الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعددها على الرف الثالث الآن هو 13 علبة هذا هو الفرق بين عدد العلب على الرف الثاني وعدد العلب على الرف الثالث العدد الكلي للعلب الآن هذا الجزء نسيناه نقوم بجمع هذه الأعداد فنجد العدد الكلي 8 جمع 0 يساوي 8 جمع 3 يساوي 11 نكتب الواحد ونصعد بالواحد على خانة العشرات 1 جمع 2 يساوي 3 جمع 6 يساوي 9 9 جمع 7 يساوي 16 إذن مجموع العدد الكلي للعلب الآن هو 161 علبة العدد الكلي للعلب بعد أن أضفنا 12 علبة في كل رف فالعدد الكلي هو 161 علبة السؤال الرابع عشر وكما قلنا الفرق بين عدد العلب هو 13 علبة بين الرف الثاني والرف الثالث أسأل الرابع عشر باع طلاب المدرسة فطائر وعصير في مهرجان الطبق الخيري فكسبوا 125 ريال مقابل بيع الفطاء فإذا كان مكسبهم الكل 140 ريالا فكم ريالا كسبوا من بيع العصير أوضح إجابتي مكسبهم من بيع العصير أقوم بعملية طرح أطرح 140 طرح 125 فيكون الناتج 140 طرح 125 فيكون الناتج 15 ريالا إذن كم ريالا كسبوا من بيع العصير كسبوا 15 ريالا كسبوها من بيع العصير بعد أن قمنا بعملية الطرح مكسب العصير من المكسب الفطائر من المكسب الكل يتضح أن مكسب العصير 15 ريالا هكذا عزينا كون قد أنهينا حل الاختبار التراكمي للفصول الأول والثاني والثالث ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في الفيديو القادم اختبر نفسك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته